بذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصر إلى أرض بها زر وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حصرون حصرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك يا سيدي آه إنني فعلا أتوق للنوم بعد رحلة الطويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليأكن هيا إلى النوم لنصيك كما مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيه حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد دوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ وقد دمروا أرضي وتجارتي؟ قد أصبحت مفلسا بسببهم إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص إهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخرافة محصول جاره في الحقيقة كنت نائما استبد بيها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه وتسرق حرث الآخرين صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب للأسف ليس عندي مال أعوضك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصروم بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثك ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يسعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيدا ونذهب نحن ونتسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة أمرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو عقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحاركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابة السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 لابد أن هناك حلاً قل شيئاً يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نبقي عليها؟ لأننا لن نرى شيئاً من دونها لا يهم أن نرى بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يا أوساً يا رجل لا على الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحاً وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً أنا ليعمل من عجبت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال كنت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب يا سيد رابح؟ ماذرة أيها السيد اسمي يا عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولاً ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولاً حتى ألحق بالقافلة فقد أخذت عحداً على نفسي بأن يشرب أبوي أولاً أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نعود نطيق الانتظار من أنت يا مرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ إيه عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة مواحدة حتى تحدث البعكة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع لي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة فأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبوي هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي غط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظ إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفوان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمان أليس مع أحدكم جرعة ماء لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأس منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تماد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أيا كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاولي لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكينا يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذ المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك؟ جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لا كما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثل ما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالهناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خاري البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صارت قطعاناً بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيراً عندك قبل عشرين عاماً عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغاً من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوماً واحداً أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبلاً وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقاً؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْيَظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئاً؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئاً يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوس عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضروا لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حمظلة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينه أريقوا الخمر وأرقصوا وغنوا مولاي الملكة تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي ورك لكم يا عبيد المخلصين اسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظلة نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا ويرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آليةهم؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إليه إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعصه الله إليكم؟ من قال إنه نبي لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حمظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفون عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفاء هيا يا شيلين أسرعي ها قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تم أكنوا من القبض علي هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حياً حتى يموت موتاً بطيئاً ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئراً تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة ابن صفوان؟ ههههههههههههههههههههه ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زحزحة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي؟ أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حمضلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودع النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ ميني عليها يا ابنتي؟ لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أي ظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي ما هذه الرح العاصفة ما نجده إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أغيسينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أهردوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا ووحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضلي يا أمي الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر؟ لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاضر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبدالله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟ لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم آه النجدة النجدة أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذا ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثل ما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفا أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ كل الساحر حبسني أهلي لأخدمهم وكل أهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحا أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئا ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني اعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئا إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير؟ إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل لن تخسر شيئا من المحاولة أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصره إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيء بوضوح كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فورا الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذن لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلا أسطوريا في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذي نواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا تورا؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم كفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة ألم تذبع الجنود إلى رحلة الصيد؟ بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقداميهم وسقطوا جميعا بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرض بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبضوا عليه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حياً ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقاً أرعيت سنهلك جميعاً أعد قارب النجاة لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحث ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرفاق أصمت كمموا فماه اللهم اكفنيهم بما شئت النجدا عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي وتجارتي هلكوا أيضاً هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم كما ترى هذا أمر الله ولن أموت إلا بما شئته وحده إذا كنت حريصاً على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم ولكن عليك أن تنقي عني في كل ما أطلبه منك لست مقتنعاً بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس الملك ذو نواسن الحميري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم صوبوا عليه من يرديه قتيلة فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذي نواسن الحميري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عان باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أرتقتني حقا فنفذ ما قلته لك بسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع بسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أمنى برب الغلام أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فما لم يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعا أيها الجنود احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حيا هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعفو عنكم لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله حسرا أذب تستحقون العقاب اقلفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب لا إله إلا الله ومن لديه النار المحرقة عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا يا امرأة تحركي أه أتحرق هنا طفلا رضيعا وأمة وإلكم أصمت أنت أن يخذفها إلى الأخدود كيف يطيق هذا الصغير العذاب يا إلهي ماذا أفعل اسمري يا أم أنت على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعا في الأخدود ألقوهم جميعا في الأخدود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السير لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة هل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشام؟ أراك تبدو حزينا مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برسيسة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئا يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برسيسة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخله وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفيه بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم فألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ آه النجدة آه نار في رأسي آه يهدى يا وزيري أين الأطباء عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملك باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطس تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومات في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صح الحمد لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيدي الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ آه تواتجول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اشتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أول أول لعلك أنت سيدي الراهب لا لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة ولكنني لست سيدا لأحد هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة أقصد شكرا لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيدا أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيص أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهو أنا معذرة يا أخي كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئا الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم نعم تذكرت سمحني مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها ومن وقتها لا أطرق بابها أتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نعم مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب مسكينة ستموت موتا بطيئا إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عفوا لدخولي إنما أردت أن أطمئن عليك أهلا سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جدا لك ما أطيب طعمه شكرا لك لا شكر على واجبا يا معذيرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا ما معنى هذا الاسم يقولون إن معناه نور العالم نور العالم يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير لم أعد أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماما لم تعد بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معا للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش وحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعا أتظن ذلك حقا؟ سيدي الراحب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ ماذرة يا سيد الشام كنت مجغولا في العمل مع الراهب برصيصة؟ نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا أذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بيلي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رأاه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رأاه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله موسيقى 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 لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نام؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومعة برسيسة؟ برسيسة أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت؟ لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسة أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لما أنصحك بالقتل قلت لك فقد يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنس أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برسيسة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموح لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهبا أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت فأوقفك في غاية الصوم أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهو المذنب اقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين